اشتركوا في القناة وبحرية وبدون اي مؤسرات خارجية واذا اقف الاختيار نصيحة بوجيها لكل مرشح بقول له ان صوتك امانة صوتك دلوقتي بقى غالي صوتك يساوي كتير اوي 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 اسأل عن المرشح بتاعك قبل ما تديله مجلس اللي جاي يا اخي الناخب يا اختي الناخبة لها خصوصية شديدة يجب ان نحترمها بل يجب ان نقف امامها تعظيم سلام ما هي هذه الخصوصية هذه الخصوصية بتتمثل فيه تكوين جمعية اساسية لعمل دستور جديد وقد تعيش عليه البلاد من 50 سنة او 100 سنة فلابد ان نحترم هذه الخصوصية لابد ان نتقل لها في اسواقنا لابد ان نتقل لها في مصر مراعاة للمصير اللي جاي والمستقبل القادم هل ستواقع تعمين اللي جاي الانتخابية تعمين جايب؟ اتمنى اتمنى ان المجلس العسكري ان يبزل قصارى جهده في تعمين الانتخابات ويكون معهم الداخلية واللي انا بتمنى اكتر من كده الدقة في الفرز والعناية في الفرز وان يتقل لها الجميع في مصر هل تتوقع حداث عنف وتزيوت المحاق القادمة؟ كل شيء وارف بس احنا بنتمناش ده يعني احنا بنقول يا جماعة عايزين القيادات والسيادية الاب الشرعي الاب الشرعي يتواجد اللي هو بيتمثل في رئيس جمهورية في مجلس نيابي يكون ممثل في جميع القوة السياسية اللي في الشعب عشان الامور تقدر تمشوا عشان نعمل كده لازم احنا نستقر ولازم نهدى شوية عشان ربنا يكرمنا يعني هل تتوقع حصول اخوان المسلمين على اصوات المحاق القادمة؟ تاني السؤال بعد اذنك هل تتوقع حصول اخوان المسلمين او حزب الحرية والعدالة على النسبة كبيرة من الاصوات في دائرة الجيزة؟ اه اتحفظ في الاجابة بدون تعليل بدون تعليل ما رأيك في حكومة الجنزوري؟ اه حكومة الجنزوري احنا ما انا بقول لحضرتك عشان الدنيا تمشي لابد اصلا من وجودك اب الشرعي المتمثل في رئيس جمهورية في مجلس نيابي منختار من الشعب ويكون مجلس ممثل في جميع القوة وعشان يقدر يطلع لحكومة وطنية ممثلة فيها الشعب كله فحكومة الجنزوري احنا بنقول لحكومة كيسير مؤقتة اه مرضو لا تعليق اول قرار تاخده بعد الفوز ان شاء الله في انتخاباتك القرارات كتير قود اهم قرارك اه قرارات كتير قود اه رغيف العيش ستونت الغاز احنا ناس مشاكلنا كتير وهمهمنا اقتر وقرارات فيها كتير وصعبة اهم مشكلة عبليتك في دائرة الجيزة اتساعد دائرة وبقول لهم حرام عليكم ان انتو تعملوا الفردي سبع مراكز وما كانش فيها شيء من العدالة لانه وقسم دائرة الجيزة الخمس دوائر فردية تلت دوائر منهم اه كل دائرة تلت اسام معدد دائرة الاولى اللي احنا تابعها والدائرة الرابعة دائرة الاولى سبعة اسام سبع مراكز والدائرة الرابعة ست مراكز يرضي مين يعني ان انا اجري وبرطع في سبع مراكز ده عايزة او راحت سوبر 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 ما اه طبعا ما فيه فين الديمقراطية اللي بعد صوره 25 ينايه فين حق ان انا مارس حق السياسي في الانتخاب او ان انا عايز اعبر عن صوتها او عن نفسها فين الكلام ده كله شو بانجليه